فيما يتعلق بالعطاء العام للأسف الناس المتربصون بالعطاء العام من أصحاب الأموال والشركات الراشين والمرتشين الذين يأكون الحرام ومن يناصرهم من بعض الكتائب كتائب تكلمنا عليهم هناك أناس من الكتائب يستغلون نفوذهم الذي يملكونه بقوة السلاح ويفرضون أنفسهم على صفقات العطاء العام لا يريدون الدواء أن يصل إلى الليبيين بالصورة السلسة التي ليس فيها رشاوة ولا فيها أكل أموال الناس ولا نهب المال الخزينة لا يريدون أن يأتي المال عن طريق العطاء الدواء لأنه إذا أتى الدواء على العطاء العام ما معناه؟ معناه اللجنة التي تجيب في الدواء لجنة العطاء العام هذه لا يوجد أي طمع لأنها لا يوجد نسبة لا يوجد نسبة في أن تأخذ من الشركة 10% والـ 20% ستأتي بالدواء بالتكلفة الفعلية للدواء وتحاول بقدر ما تستطيع أن يتوفر الدواء ويتمكن منه الناس الضعفاء والناس المحتاجون ورقاد الريح والذي لا يوجد قدرة هذا معناه عندما يكون الدواء يأتي عن طيق شيء نجة العطاء العام لكن لما الناس كانوا يمصون دماء المرضى والمصرع فيهم والمظلمين على مدى سنوات طويلة قبل أن يحيى هذا العطاء العام كانوا يتدخلون العطاء إذا كان هو بمئة مليون يعملوا بمئتين وثلث مئة مليون ليس يربحوا حتى عشر والعشر في المئة تلث مئة في المئة خمسمية في المئة وإذاك هم يقاتلون عليه باستماتة متصلبون في هذا الأمر كل ما فعلنا وكل ما تكلمنا عنهم وكل ما حذرناهم وخوفناهم والله هذا بلاء عليهم من يعني الآن من هو متربس بالعطاء العام ويريد أن يدخل فيه بالقوة وبنفوذه بالسلاح لأنه تابع للكتيبة الفلانية ويفرض على اللجنة العطاء العام ولا على مسؤول في أي جهة من الجهات على أن يشارك هو والله شخص آخر معه استعمله من أجل أن يقسم الأرباح والله عليه أن يعني يحذر نفسه لبلاء لا قبل له به بلاء يصيبه لأن الجزاء من نفس العمل أنت عندما تحرم الناس من الدوام أنا تعرضهم للهلاك تعرضهم للأمراض تعرضهم من تمكن المرض منهم حتى يأتي عليهم فالجزاء توقع الجزاء من نفس العمل سيصيبك الله عز وجل بهذا الذي أنت منعت الناس منه سيصيبك في نفسك ولا في أولادك مرض لا قبل لك به تتمنى الموت ولا تجدها عليك أن تحذر يا من أنت في الكتائب الآن تقاتل مع مجماعة رؤوس الأموال من أجل أن يبتزوا يبتزوا لجنة العطاء العام ويرسل العطاء على هذه الشركة أو تلك الشركة من أجل أن تتحص على 30% والأربعين في المية وأنت لا علاقة لك بهذا الأمر وأنت متدخد متعد عاصل لله متمرد على أمره فكل من هو الآن تسول له نفسه من أتباع الكتائب الذين يستعملهم تستعملوا هذه الشركة أو تلك من أجل أن تأخذ هذا العطاء بالقوة وتنتزعه من شركة لجنة العطاء العام عليه أن ينتظر هذا البلاء في الدنيا قبل الآخرة ومن يعني الضغوط الكثيرة التي استعملوها لأيام الماضية على لجنة العطاء العام من أجل أن تزعوا منها يعني هذا الاختصاص شكلوا لجنة يعني من كثرة الضغط اضطر رئيس اللجنة أن يستقيل ما عاش يقدر يقاومهم من كثرة التهديدات وكثرة الاستدعاء وللأسف الرقابة الإدارية فيها وكيل الآن هو متزعم هذا النشاط السيء الشيطاني الرقابة الإدارية بدل هي الجهة الأصل أنها هي الجهة التي يلتج إليها الناس ويلتج إليها المظلومون لتنصفهم المسؤولون الآن في الرقابة هم الذين يقول بهذا الدور الشيطاني هم الذين يعني حلوا لجنة العطاء العام وشكوا لجنة على قياسهم وعلى كيفهم وتتناسب مع هذه الشركات المارقة السارقة النهبة المارقة العام وهم متدخلون في ذلك بقوة وذلك والله يحذرهم مما حذرت به من يريد أن يتربح من وراء المرضى أحذر هذا الوكيل في الرقابة الإدارية وأحذر غيره ممن يدخلون في هذه المسألة من أجل أن يمتصوا دماء الناس الضعفاء والمظلمين وأحذرهم من سوء العاقبة وأحذرهم من عذاب الله وأحذرهم مما يصيب الجزاء من نفس العمل ما يصاب به الناس الذين حرموا من الأدوية بسبب تدخلاتهم هم سيلاقونه الآن عاجلا غير آجل